بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العنى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحصنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آرست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا فلما أتاها مودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أترك عليها وأوش بها على ظلمي ولي فيها مآلب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال فذها ولا تغس سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مروة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلكه اليم بالساحل فليلكه اليم بالساحل يأكذه وده لي وده الله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وقتلناك فتولا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطناتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا ذنها في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يرشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال الكرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي وما ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كنوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها صنقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخردكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نفلكه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أثى قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاض من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأذبعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلكي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيه هم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجت في نفسه خيفة موسى قلنا لا تغف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آمن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من حناف ولأصلبنكم في جدوع النخل ولتعلمن أيها أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤترك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا قطايا ما وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تذكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرع عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فوشيهم من اليم ما وشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أداء على أفري وازلت إليك رب لترضى قال فإنا قرفتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعذكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم وضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أعذار من ذينة القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك ألقى السامر فأخرج لهم عجلا جسدا له كوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضروا ولا نصا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما قتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأخيروا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا هفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأكد بنحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي قال فما تطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقضبت قضبا فقضبت قضبتا من أترر وسوه فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تكون لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحذقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وزع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لجنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم الكيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم الكيامة حملا يوم ينفه في الصور ونحشر المجرمين يومئذ ذرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يكونون إذ يكون أمثلهم طريقة دل لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فكل ينففها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وقشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعارف الوجوه للحي الغيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاط ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتكون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وكروا بزدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنفي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للماء كتسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أذلك على شجرة القلب وملك لا يبلى فأكلا منها فبدتنهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فضوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهبا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أكثر فولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجن مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللي فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ومن ثم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خيره وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واشتبل عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاكفة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصعف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصعاب الصراط السوي ومن اهتدى